المغربية ساكن الشعب كيتي قد غياء المغربية تقلس حدها في القهوان الساعة التي لم تتبيع و تشري معها و تجبت الساك ديالك و تحط لبروضوي فوق الطبلة و تبيع له البروضوي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و كديرين أختي بخير كانت من كل شي يكون بخير و على ما يرام و اشف خباركم أختي المغربة المشكل ديال نزهار واحد السيدة مسكينة تقطع القلب حيث فيها الحريق مسكينة ما تنعش بالحريق يجعل شي مسلمي يكون مريض بدك المرض هاداك و خسكم تديروا رأسكم في بلاست هذه السيدة هادي علش كنقول لكم انا وش خباركم حيث كين الناس اللي ما في خبارهم شهاية في خبارهم حيث حنا يا فاضل من بار المتواضع كنديروا بوسطة ما بين الضعفة و المتضررين و كنوصلوا الخبزة للناس كنقول لهم ها السيد كنوصلوها للمحسنين ولا الناس اللي في قلبهم رحمة و كنغيروا المنكر غير بالليسان ديالنا و كنغيروه تبيدينا في الخافة حيث لك يدير الخير مخصوش يقولها كنغيروه تبيدينا و كنقونوه تبيدينا و كنديروه بزافق الحواج و لكنكش مخصوش يدكروه تخليه في الخافة باش ربيك يقبلوه هاد السيدة هادي مسكينة هاد نزهاء كانوا صحابتها يأترو فيها بلكلام المعسون والهضراء كيقولوا لخصوش تناولي الحبوب بذلغلد باش الراجل ديالك ميسمحش فيك حيث هو انجينيور مهنديز كي تكوني زوينة و غليدة باش ما يهربش عليك و قد كتفكر و قيلة قالت هادو عندهم الصح هاد السحباتي يبغيوا لي الخير عندهم الصح سوف ندير الهضراء اللي قالوا لان انا كنشوف العيلات في الزنقاء كلهم غلادت غير نايا اللي ناحيفة سوف نتانا انغلاد لحيث الراجل غيهة ربع لياه و فعلا مسكينة تناوليت الحبوب ديال الغلد و لكن انا حبوب تناولت هي دياستر و هادو كل حبوب كي اكترو على الكيلة و كيديروها شاشات العيدام و يقدرو يديرو كخيز كاغ دياك و عندها زهر لمجاتها كخيز كاغ دياك و تناولت دياستر و العديد من الحبوب لمدة عشر سنين و هيكتنا ولاد الحبوب هادو ورجع لي هاداك شب الدارة المسكينة سوف نوريكم واحد المقطع ديال المزهال اللي كتقطع القلب مسكينة و من بعد نواصل معاكم و نشرح لكم المشكيل اللي عندنا في الدول العربية و في المغرب خصوصا خصوص هاد المشكيل هادا ديال الادوية اللي كيشربوا العيلات باش يغناضوا عشرة سنين ديال العادة باقتفطي مصدر عشرة سنين و أنا كانت تعدم اللي ما عمرني درتا درتا فعلة وجهات للمرد درتا تابعنا يا ديال الادوية اللي ما عمرني كتلك درتا درتا غزي بطي مغزاعة من السعية سعيتها و اليوم ما كانت طلب قلبه حميل و لك شي جبت الخير تقولي يالي بسي الجلابية و يالله معايا أختي لي لا الجلابية عليك عبي جانت و نجح فيها نغت فيها ريال و ما بغي زوال و مشاريه نح فيها نايد ديال و في المدار والية و في السبيطار و في غايتون شغايتون و يديروا لي فيه عملية المهم ما يبقى شفيات صداء أشياد الآلام شغايتون أشيقول لي غايتون أو أم بني دخلين يدير فيه العملية و يقول لي مرحبا أنا ما بغيت لكلينيك ما بغيت تحاجة في المدار والية مرحبا في المدار واليانصفات بزارة ديالة أنا نعيد عيس و تم عدلت بزيف و عيس و ما عنديش في الدول العربية خوتي المرة إلما كانتش غليدة كنشوف فيها واحد ندرسي يعني هذيك المرة ما مكمولاش خصا تكون غليدة يعني الغلد هو الجمال و الراجل بحدداته إلما كانش غليد كنقوله هو الجيعان يعني فاقير بوفر لا بوفر و طي الضعف يدل على الفقر و الغناية يدل أنه يعني لك أنت كرشك خارجا سابودي شبعان و بوكليتين رزقا كنت لا دو مالي لا باس عليك يعني لك كان عندك كرشك خارجا الكرش الخارجا أو مثلا قرع يعني عندناه بعد الحويش يعني في الدول العربية يعني ما عندهش علقة أصلا بالواقع اللي إحنا اللي خلقناها كنقولوا إحنا اللي اختلقنا ذاك شي هذاك إلاك تقرع رك لباس عليك وخا تتلقى واحد قرع وبالناي مثلا يعني ما عندهش شعر قرع بالناي ولكننا كنت تعجبوه كيفاش يعني القرع كي يكونوا لباس عليهم ما تخسكش انت تكون بالناي إلا عندك الكرش لباس عليك وخا تكون غي كتبيع في الطبلة ديال الحلواء وكتبيع ديطاي ولكن ربيعتك واحد الفورما يعني ميزك على الآخرين كتأكل مزيان كتأكل فراسك ربيعتك واحد الفورما وكرشك خارجها وخاك تبيع الديتاي كيفاش انت كتبيع الديتاي وكرشك خارجها غسك تكون انت مصنف لأحد نسلي لبس عليهم وكتلقى الوزارة وزير وكتلقى ضعيف بحل الوزير الحسن الدودي بحل الآزامي هدو كدعاف ووزارة وش مخصوصين ما كي يكلوش مزيان ما عنده مش الفلوس ولكن شوف الأفكار ديان نحن في الدول العربية كديرا نحن دي ما كنشوفه في المرافق أنها ستكون غليدة وهذا هو السبب اللي وقعت فيه مسكين انزا والمشكل اللي وقعت فيه ودرت ورأسها حتي هي ماجور هي إنسان أراشيدة مخصصتش تسنك لصحابتها قبل الإنسان ما كيتناول شي شي دوا خصو يمشيل عند الطباب والدواب لوردونس والطباب اللي غادي تستشر معا أموان بعد الطبيب اللي عطاك دك الدولة وقع لك مشكلة تحمل هو المسؤولية وش أنت كتمشي المارشي نوار كتمشي للسويقة أنا بغيت نفهم واحد القضية هذو كلي كيبيعوا هذه الأدوية في السويقة موش مكين عليهم لا كنترول كلي كي رقبوا ما هذا كده الدواب منين جاي والشي نواء كتسفت هي شي دواب زيان كاليطي الشي نواء عندها الكاليطي هي الشي نواء عندها غير اللي حرتوكم المدرح وكتسفتوا للأفريق والدول العربية كتغرقكم بالأدوية لكي قتلكم تفضي معكم والإنسان كمشي للسويقة وكيشري الميغاماس اللي كيتريني في الحديث دوك الدراري كلهم مرضوا بالكونسير مساكنوا جاووا كيجيوا هم كريس كارديا على غفلة حيث كيتناولوا ذاك الأدوية هذه العديد ديال الشباب ما تبخيز كارديا سكتا قلبية ولا بالكونسير مرضوا والشابات والسبب هذو الأدوية اللي كياكلوا هذو الدراري اللي كيمشي وتريني اللي كياكلوا كل ميغاماس جاي من الشنواء مدرح والحرتو كلهم مرضوا والكونسير لكشي هذه المواد هذو سرطانية لا هذو الأدوية ديال الغلد أي دواء يعني هو ما كيعتليكش طبيب رأى دواء سرطاني دواء ما كيتبعش في السويقة بلنلكم المغربي كيقول بسم الله ويشرب المواد كل دواء ويقول لك اللي ما قتلت دواء هذا مزيان كيبرد عليا الصيف دفا كيبرد عليا كيونت عارفوا واحد القادية بأن ذوك الأدوية هذو كي لما أتروش فيك في ديك اللحظة هذيك غير أتروفك من بعد ست سنين حت كيدخلوا مع الدم وغيروا لك لليسر أمراض ولا شباس سرطان دم ولا مثلا هشاشة العيدام ولا يعني تجيك على بغتاسكتها قلبية كي بوشي والعروق دلقلب كيونت فكروه كينيشي عيالة اللي يهديهم بدأوا يدفعوا البناتهم في الأدوية وفي العشوب ويخلطوا الضوام مع العشوب وذلك الشيء يقتل لكلواء الكيلي منك تخلط الضوام مع العشوب باش يسمنوهم قل كي يغلدوهم باش يوجدوهم للزواج كتكون ناحيفة عندها خمستاشر عام كي يجيو العيلة عندها الدار كي قلتوا معك يقول لها بنتك ضعيفة ويتبقى هكذا ضعيفة ما ديش يطلبها منك ما ديش تجوز عندما تلقي الحل تقول لها ما هو الحل تقول لها هذا العشوب هذا وانا أعطيتهم لبنتي ولا تبيخير وصحاحت وذلك الشيء في عام ولا تبتلت أعطيها هذا العشوب كتتمشي وكتشري والعشوب من عند العشوب ما تتعرفوش هدوك العشوب لش يصلاحوه واش عندهم مثلا ديزي فيان ديزي غابل أتار جانبي يعود في جهة أخرى مثلا غيفرعوا الكلواء ديالبنتك إلا لحد العديد ديالبنتك تتلقاهم مراد فاش يتجوجوه يتجوجوه في واحد مدة تقول لك أنا عندي لكلواء مريضاء أنا عندي الكبداء أنا عندي وكي مرضوه والسبب هو هذا تناول الأدوية مخلطة مع العشوب الدواء مع العشوب مع دوليبران أي حاجة المغربة يشربها دوليبران فوق تلاجة الدواء في تلاجة الداخل العشوب في التاسات محتوط في الأخر في الأرموار في الكوزينا أرس خن العشوب أعطيني رفية حريق أرالي دوليبران معها يحرقني تخلطوا كل شيء دوليبران مع العشوب وكتفرعوا الكلاوي ديالك عبر الله وكتفرعوا الكبداء ديالكم أذكره أمراض فيروسية فيروسات اللي يصير يدخلوا لك البداء ديالك يتحنوا لك الكبداء ديالك ويتحنوا لك الكلاوي ديالك الدول اللي كي يعطيه لك الطبيب أصلا ومصادق عليه وكي يمرد وكي قدرته هو يمرد لك الكلاوي ديالك وبالأحرى كتشري أنت واحد الدواء من السويقة قلنا لك فيروس هذك اللي كتشري تشري دواء من السويقة تقدر تناوله مع ربعات العشية الخمسة سيتموت سيتحنك فيروس كبير يدير لك في ديالك اللحظة هذيك وغادي يديوك اللوب بيطال وغادي تموت تماما هنا في المغرب فينا اللوم والعيتاب بزاف كان عتبه بنادم بزاف إلا لحته وحنا المغربة فينا هذ القضية هذي اللوم والعيتاب كان عتبه بنادم يجب أن تنصح بنادم يجب أن يكون النصح لأنه يكون النصح لا يوصلوا لهذا المرحلة للعيتاب إلا نصحتي أختيك أو أخوك أو أصحبك نصحه وكذلك، السبب كان في الأن أو أصحبه لأنك تنصح بيطال في ودرجة مع المشيحة وتريد أنك صحيح بإذن أنك أرسل على المغرب ترغبية لك وكذلك السبب وكذلك ذلك لكن لم يجب أن تدرك وكذلك، نتصح المغربة أخرى لن يسكنوا أصحبه وفي ذلك، لن يسكنوا أحد لأنها عقل عليها لعائلتها لتشيء واحد وكاتبكين مسكينة وكاتبكين المحسنين وانا اتمنى من الله العلي القادر ان الناس يعاونوا هذه السيدة ومسكينة يعاونوا هنزها لانها مسكينة لا تنعش بالحريق ونحن مجربينا هذا الشيء والحريق صعيب إلا كانت فيك غد درسة لا تنعش لكله ذلك الشي باش قلت لكم الانسان اخوتي قبل ما يتناول شيء عقار خسو يتشاور مع الطبيب دياله المغربية تقلس حدا في القهوان الساعة التي كانت تبيعه وتشري معه وتشبه تساكده وتحطل برو دوي فوق الطبيب وتبيع له البرو دوي وانا يمكنك العرافة برو دوي دوقوا ديك الساعة ويقول بسم الله لما قتلت تسمينه ويأكل برو دوي وانا يمكنك العرافة برو دوي من يتشاور مواجهة ومع التكاميرا ويأكل برو دوي مع الربعة والخمسة الذين يسير جونسون ويموت كانت تيقوا دغياء المغربي تقول سمعها في تران يكون تران غادي و تدخل لكم بارتي مو كان ينفي عائلة و تريحوا و عندك ساك ديالكم ريح لها باسم جيد و تجلب شي ضانون و تعطيه لكم العائلة كل واحد تعطيه ضانون و يقولوا بسم الله لم يقتلت تسمنوا و يأكلوا ضانون و يجيهم من عسين عسو و تديهم رزقهم و انتشفار و شلابي و نساب و خلا باسم جيد و تقولوا أنا عايش في أمريكان و عندي شركة و عندي هذا و عندي هذا و يتقيقوا بيك المغربة بساكن يتقيقوا دغياء حيث لا يحكموا على بنادم بل مظاهر في المغرب ليس كي يقلسوا بنادم و يعشروه و يعرفوا شكونه و عندنا بثيقة العمياء في المغرب و قلنا لكم تقتل عباد الله هذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب لماذا؟ حيث كي يمشوا البنات السويقة في العشية يدوخهم هذا بالكلام المعصول يقولوا مجبتاد بروض بي من توركيا يصيف طولية يغلط زوين وهذه ما عنده هو لواتيقة يتقيقوا لديك الشباء هذا العقار و تناولوا مسكينة و تجاكز و تموت و افتالي وليديك يقولوا ما تطلع يرحمه و نخرج علي هذا السيد الذي في الكيوسك باعنا دوا وهذا و هذا ما كان يتابعوا هذا نقول لكم واحد العشوائية خير الكلام مقلة و دل أظن أنني قلت ما فيه الكفاية كانت من الله العلي القادير أن الناس و أصحب القلوب الرحيمة و المحسينين يعاونوا هذه السيدة هذه مسكينة هذه نزهة و يحنوا عليها و يرأفوا عليها و يخرجها من هذه المحنة حيث رأيها مسكينة كانت تعاني فيه سمت و الحي ديال هيلة داروا غي ألف ريال الوحد غي يجمعوا لها تاما عماليا كانت من الرسالة ديالي توصل كانت من لكم نهار سعيدة الخوتي إلى حلقة قادمة إن شاء الله الرحمن الرحيم ليلة سعيدة للجميع